اكد سعادة الدكتور عبدالطيف الرجل الزياني وزير الخارجية أهمية الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة بناء على دعوة من فخامة الرئيس شي جينج بينج للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد في بكين والقيام بزيارة دولة للصين وقال وزير الخارجية أن زيارة جلالة الملك المعظم لجمهورية الصين الشعبية لحضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني والقيام بزيارة دولة لهذا البلد الصديق تعكس عمق العلاقات والصلات التي تربط بين القيادتين والشعبين الصديقين خاصة وأنها تتزامن مع مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وأضاف الوزير أن العلاقات البحرينية الصينية شهدت في السنوات الماضية تناميا واسعا تعددت مجالاته وتنوعت بفضل حرص واهتمام القيادتين الحكيمتين والتواصل المستمر بين جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الصيني والذي كان آخره القمة البحرينية الصينية التي عقدت بين جلالة الملك المعظم والرئيس الصيني في الرياض عام 2022 بمناسبة مشاركتهما في القمة العربية الصينية التي صدفتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وقال الزياني أن المباحثات الرسمية بين جلالة الملك المعظم والرئيس الصيني ستتناول تعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والتعاون الثنائي في مختلف مجالاته السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وفتح آفاق أشمل من التعاون بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية وأضاف وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس الصيني سيناقشان كذلك تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية والتحديات الإقليمية والدولية وتطورات الحرب في قطاع غزة والجهود العربية والدولية التي تبذل على كافة المستويات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتدعيات الحرب على الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين كما ستتناول المباحثات نتائج ومبادرات قمة البحرين في إطار رئاسة المملكة للدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية اشتركوا في القناة